بسم الله جلنا سؤال هل الكوارع مفيدة؟ الإجابة طبعا مفيدة الأحباء الكرام هي الكوارع ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن الغلاف اللي بيحوط كده العظم بتاع رجل الدبيحة من أول الدجاج حتى البقر والغنم والقبل وها كسا ماشي هو إحنا ليبقى بنقول بقلب جامد أو كده طبعا مفيدة والله شيء من المنطق وشيء من العلم بالنسبة للمنطق احنا في حياتنا اليومية كده بنقول إيه؟ لما واحد يكون بزل مجهود وقف على رجليه طول النهار يقول لك أنا والله تعبت أول نهار ده وقف على رجليه طول النهار لما سدقت ارتاح صح؟ طيب قولك إيه بقى في حاجة مثلا زي البقر الجموس القبل اللي وقف بقى طول النهار وطول الليل طول حياته مزبوط كده؟ الحاجة اللي موقفاها على رجليها دي مش كده تعتبر يعني ذات قوة فلازية احنا لما ناخدها مش يمكن يلبي من الحب جانب ونستفيد شوية؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد طيب الحجة التانية المنطقة التانية الموروس الشعبي يا أخي ازينا تجهلوا؟ الناس دلوقتي من قديم الأزل بيقولك الكوارع 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 ومفيش حد نافة يعني مفيش دراسة علمية نافة الكلام ده تمام كده؟ مفيش حد قال ما استفقش؟ خلاص يبانا لا يا صح ان انا اتجاهل اراء الناس دي خلاص؟ طيب بشيء من العلم بقى؟ الكوارع دي جلده الطبقة الخارجية سبق منها طيب الطبقة دلوقتي الوسط وبعد كده اللي بعديها مهدئة بروتين ودهون البروتين ده كل جن والكل جن ده صحيح لا يمتص يبا لازم بتكسر في الجسم الأول لأمين واسد زحمات أمينية بعد كده يا سيد تتجمع تاني ممكن ما تتجمعش كل جن بس دلوقتي ادي كدت الجسم المادة الخام يا أخي مظبوط كده واردن هو يكون كل جن أو غيره طيب الدهون ما هي بعد كده انت بالنسبة لك اي حاجة في جسمنا محتاجة خلايا وكلام من ده عشان تتكون طبعا بروتين ودهون وشوية كده كربوهادريت الهرمونات الزكارية بالنسبة لنا والأنسوية حتى لازم لها كوليستروك طيب ما انت اديته له يبا المنطق يقول ان لازم يكون فيها إفادة إفادة جنسية يمكن إفادة جسمية أكيد بالنسبة لي المفاصل بالنسبة لي البشرة بالنسبة للشعر خلاص كده ان شاء الله لا تنسوا اللايك والشير نتقابل بعمر الله في القادم على خير شكرا والسلام عليكم شكرا